عارف ان الفوبيا بتاعتك هي فوبية الريش الريش ده في كل حاجة يعني الفراخ الحمام البط الوز ايه حاجة ليها ريش طوص اه بقاشعر منها جدا وبخاف منها انت عملت كده ليه فيه ايه اللي هاصل بقى جسمي كله بقاشعر مجرد حتى ما يعني اسمع اسمها او اشوفها طب ما بتكليش الاكلات ليها الحمام حمام المحمر المشمر اي حاجة ليها ريش مش بقولها نهائي طب ثانية واحدة ما انت وهي محوطة في الاكل مفاش ريش مسلا كانت فيها ريش لا انا عارفة ان هي كانت فيها ريش ويعني بفتكر على طول شكلها لا اراديا يعني اي تيور لا ممنوع تماما اه ولا لبس ولا لا حاجات فيها فارو وكلام دوت لا ولا حتى السجاد والحاجات دي لسا 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 ان شاء الله يا ربي بازني اللي ربنا يكتب لك الخير لما تتجاوزي دلوقتي جوزك عايز بطاية محمرة شوية جوزين حمام شوية فراخ هتعملي ايه منها صرحوا بالموضوع انا من اولها اه يعني هو كان ياكل بر ده برضو حل من الحلو حرب عليك يا شيخ يا محمه ده مش حل برضو في اولاد يعني 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 في اولاد في اه اولاد يعني انا مثلا اه طب انت سؤال برضو السلالة بقى يعني البيض لا البيض مفيش في مشكلة اه بس نافت بر يعني انت عارفة ده حاجة مهمة جدا ان الولاد ياكلوا يعني انت يحاكل طيور الكالسيوم البروتين فطبعا انت دلوقتي مفيش طيور لا مفيش اسماك والحوم وكده لكن الطيور نفسها كلها بقت ملغية عند اميرة اه طب سبب الفوبيا دي ايه ايه اللي وصلك ان اكتخافي من كل انواع الريش اللي موجود شوفها انا في مرة فاكرة كويس وانا صغيرة كن بيت تيتها في المنصورة فكان في يعني حد بيساعدنا وكده في البيت فكنت شفتها وهي بتتبح الفرخة تمام فمنظر الدم دوت مع مع وهي بتتبحه بصراحة مع الريش دوت مقدرتش خالص كنت وقتها لسه متجوزت لعشر سنين منظره بصراحة مش عارفة خالص تقشيله من مخيل في نهاية من ساعتها قفلتها اه 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 ما شفتش خرفان متتدبح تقفلي من اللحمة كمال والفرق ما شفتش هو بس نهاية طب بقوة ده سبب الفوبيا طب حاولتي بلاش حاولتي قبل كده انك تتعالجي تروحي للدكتور هقولك ليه؟ يعني انت دلوقتي لو عندك تربزة اكل open buffet وفيها طيورة متكتيش الاكل كله؟ لا يعني ساعتها باخد باخد على الطبق بتاعي مسلا ممكن بوفتيك ممكن يعني اخد اي حاجة بس ما عادل حاجة لفيها طب بتحسي بايه؟ ما بحسش غريب بس ان الجسم ايه؟ القشعر؟ او الجسم ايه؟ ما عايش القشعر عشان خطر اللو لند؟ ايه رايك؟ لو مناسبة البوفيدة لما تروح البوفيدة ما بكلمين يا اميرة وانا بعشان وتكنيش انت في رخص بينا انا كلها عبدالله